أهلا بكم مشاهدين مجددا في قهوة وجران الصحفة اليوم لا حديث لها إلا عن السكن فأخبار السكنات ومواقعها وتاريخ استلامها إضافة إلى نوعيتها والحديث أيضا عن زيادات في سعر السكنات عدل مستقبلا طغى على الصحفة اليوم من تطمينات وزير السكن إلى قلق المواطنين وترقبهم يبقى ملف السكن على رأس أولويات الجميع من الحكومة إلى المواطن ومن عدل إلى الـ LPP إلى الـ LSP إلى السوسيال الحلم واحد وهو السكن في الجزائر وخلال عقدين من الزمن أو أكثر لا يزال الحديث عن السكن يقابله بناء سكنات وتوزيعها معناه بقينا محصورين في ثلاثية مشكلة السكن بناء سكنات ثم توزيعها دون الحديث عن استراتيجية الإسكان وكل ما يقابلها من عجز الجزائر في مجال السكن وهل هذا العجز مرشح للإنخفاض أم للارتفاع كم هي المدة السنوية التي يتجدد فيها طالب السكن من نفس العائلة من الأسرع وتيرة النمو والديمغرافي أم وتيرة الإنجاز ثم هل نحن بصدد إنشاء مدن سكنية قاطنها يجد كل مستلزمات الحياة فيها أننا ننجز ملاحق سكنية أو مراقد يلتحق بها أصحابها ليلا ماذا عن المقاولات الجزائرية وماذا عن برنامج التأهيل للمؤسسات الجزائرية من قدرات الإنجاز إلى الجودة ولماذا سياغ مثل الترقوي العمومي البيبي مثلا تنجز على عاتق الدولة ولا تنجز على عاتق الخواص وما الدورة المقاولاتية الخاصة بالضرورة بالخصوص في برنامج السكن الجزائري ضيفيا اليوم السيد مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين وعنوار حلقتنا اليوم استراتيجية الإسكان في الجزائر بين الواقع والاستشراف سيد مولود خلوفي مرحبا بك معنا شكرا على قبول الدولة اليوم استثناء كل الصحف تتحدث عن السكن تقريبا ولا صحيفة اليوم ما تحدثت عن السكن الإصناع الجدل اليوم تقريبا توزيع سكنات عدل بالإضافة إلى سعرها وزير قال أنه ممكن نزيده في سكنات عدل فيما يخص مكتتبيه 2013 الالبيبي سعرها 9.5 مليون للمتر المربع أردت أن أسألك سيد خلوفي بداية بهذا الملف عديل والالبيبي أريد رأي المقاولين الجزائريين في هذا الصياغ من حيث جودتها من حيث الإنجاز من حيث التواريخ حتى من حيث السعر رأي المقاولين الجزائريين في هذا الملف شكرا على هذه الاستيضات فتسمح لي بشنا نبدأ ببدء نهني الاتحاد العامل لعمل الجزائريين وكل العمل الجزائريين بالنسبة للعيد تحهم من 24 فبري فيما يخص القطاع البناء عندنا دوك 15-20 سنة ونحن نتحدث على استراتيجية البناء وستراتيجية السكن ونوعية السكنات لحد الآن كان فيه تقدم تقدم في الإنجاز تقدم في السكنات في الأحياء الكبرى تقدم في مؤسسات بدأت تنجز بسرعة نحن ما نشوفهش كجمعية وشريك الحكومة الجزائرية وفي التولاتية نحن ما نشوف شغل في السكن نحن نشوف القطاع ككل السكن الأشغال العمومية ورية ورية يعني السكن فيه بزاف الملحق يعني كنت تقول السكن يعني كل المستشفيات المدارس الجامعات هذو قاعد يتلاحقون مع السكن ملاحق السكن صحيح ما أنت من ديروش بناية تولي مراقت مراقت حنايا كنا نقوله في الألف ونوربع ربعا بعد سيئز من تأمو مرداز قلنا نعود نديرو سكنات أنتي سيسميك كنانا غلطين في الزيتو التوانا كنا نعليش الآن ومن 2003 تم مرداز وليبنية التوانا قاعد أنتي سيسمي طيب سيخلوفي خليني فقط حتى نروح درجة 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 قل لي فقط وش رأيك الآن في ملف الأديال مثلا نبدأ بالأديال الأديال الآن كان 83 ألف مكتتب 2001 2002 في العاصمة فقط مسجلين 150 ألف على مستوى الأديال الوزير يقول 2016 توعد أنه تقريبا كل مكتتبين يسكنوا في هذه السنة هذه الإمكانيات متاحة ممكن أنه يتحقق هذا الشرط كل ما يتعلق بالأديال يعني كين سكنات درجة تتوزح ما نقولوش ما كان لم يانا الإحصائيات كامل سكنات على ديال عند وزارة سكن يعني ولا واحد عنده الإحصائيات على ديال عدنا عشر ولا خمسطاش مقاول اللي يخدم كمتع ستيف ريسبسونة وعندهم شهر شهرين ريسبسونة وفي ستيف بروغرام تالى ديال لحد الآن ما نطاولهم للمستحقات طيب عني شريحة من خلال خبرتكم أنتم مقاولين وأيضا تبنوا من خلال خبرتكم تقولون لديال مثلا لديال لديال فيما يخص الجودة سكنات لديال فيها جودة كبيرة لأننا نطرح لك الأسئلة التي يطرحها المواطنين نحن بشنا الجودة لحد الآن لديال عندها ما نقولوش 100% جودة نقولو 60-70-80% جودة 100% ولا واحد ولا مؤسسة ولا إدارة ولا وزارة الساكل لحقنا لها ما طنق ما ما لحقناش اليوم اللي نعطي الأوليوية للدراسات المكاتب دراسات الجزائرية نعطيه لها الوقت مش تدير الدراسات تاحة ودير الملفات تاحة ومعد ذاك نشوفه مع المقاول اللي يبني يكون عنده ملف جاهز يعني ملف جاهز بش يبني ويكون مواد مواد البناء تكون دات نوعية المقاول يبني دات نوعية نحن المواد البناء نصها تجي من اللاشين نهار جيت ريسيبشوني يدخل اللامبات تتحرك يعني فيه مشكل كثير نحن هدو كالنوعية نوعية تقع السكانات لا ديال ولا البي بي ولا خواص كيف كيف النوعية هي واش هنالك مقاولين النوعية تاع البيطان كيكون البيطان تاعنا دات نوعية هدك نصير يبقى لاميناج مو انتريور ولا هدك كل واحد دو الخصوصية دوك تحكم سكانت البي بي ولا تاع ديال نصف على ديال خير من السكانت على البي بي البي بي خير من البي بي وكاين البي بي ناقص النوعية على ديال وكاين لديال على ديال نوعية كاين سوسيال يعني السعر تح الآن سعملين ونص للمتر نا هيك على السعر لا سمحني فقط والآن تقول بلي لديال خير من البي كاين نوعيات في لديال وفي السوسيال خير من البي بي ما في السوسيال كاين نوعية السكانات اللي راح في مي لدخلت السكانات ونهار الخميس كنا في باتنا درنا اللي قال نوعية اللي تسقاب تقريبا ما المليار هو راح يعني نحن جزائريين والجزائريين عندهم خصوصيات واحد يشري مليار ولا مليار ونص في البي بي ويشري ثثميات مليون وما عنده شوين يقري موبيل نوعية السكانات لازم تكون نوعية وعند 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 بش ريالي سيد خلو في قطلة الجودة التي حمليها وقتل الالبي تقريبا ما معيش جودة كبيرة لأن انتقل الالبي أحسب كيف كيف يعني تشوف سكنت على الالبي ولا سكنت على بروموسيون ولا سكنت على الالبي كلها كيف كلها كيف فيما يخص صيغة الالس بي بصراحة يعني شخصيا هذا الحس قاو جرنان كثير يسألون على صيغة الالس بي وش هو المشكل لو صار في الالس بي الحكومة السابقة غلطت كانت تمشي ونجحت بزاف كان مع المثال في سطيف مياه في المياه الالس بي مشاه بس كان الأخر دولة الدعم المقاول ولا كيرار وقال المشاريع الالس بي في الشرق بمشاه في الغرب ممشاش في الجنوب تاني ممشاش كان نقايس وما كانش السعر وكانت المواطن يحس روحه باللي هو اللي روي يبني في داره يعني يروح المقاول لما يدليش هدي يدلي هدي واحد يكون عنده شوية بزاف يشري له قال سيقم لي هدي كوزيد سيقم لي هدي مليحة هدي ماشي منع احنا ولينا رجعنا للور ماشي رانان افنسي ولينا اللور احنا ولينا مام لدي ولينا الالبي واحد يدين فاتح يدخل يبدي يكسر يعود يامي ناجي قادر وهذا خسارة خسارة للدولة خسارة المشروع خسارة المقاول خسارة اللاكير والاسبي عليش توقف المشاريع حتى توقف يعني مستقبل يعني لالاسبي وقفوه قال لك مع البناش قال لك رحون سيغال الالبي ومبعدك كنا نديروا لابروموسيون قال لك المقاول بأسسة الانجاز ما تقدرش تكون مؤسسة عقارية درنا البروموتر واحدهم درنا الرياليزاتور واحدهم ودرك البروموتر قال لهم البروموتر ها ميش همي ما عندهم شديتين هم ما عندهم شلاخر وكيفية ماشي فيما يخص الأسعار سيخلوفي هناك حديث أيضا على زيادات في أسعار الأديال هذه تخص مكتتيب الأديال 2013 وأيضا سعر الالبي تسعة ملايين ونصف المتر مربع دعيني نبدأ بالالبي لماذا الالبي لسعرها تقريبا روى عشر ملايين المتر تقوم بها الدولة لماذا أنتم الخواص لم تقوم بهذا الصيغة يعني البروموتور ونحن البروموتور مرياليزاتور كان لازم البروموتور نصنفوهم ونعطيوهم ندعموهم ونعطيوهم لتيرا يعني في كل ولايات الوالي والمدير العقاري تكون فيه أرضية صالحة للبناء والبروموتور يشريوها ولا يكون فيه تدعيم كما لا تدعيم تعدولها في الأرضية والمقاول يجتهد وما كاتب دراسات تشتهد وندروا سكنة دات جودة تغلق هذا الباب يعني وزارة سكن هي اللي تدعي البروموسيون هي اللي تدعي البروغرام سوسيال هي اللي تدعي اللي ديال المقاولين قاعدين غري يستنوهم وبعدك رحنا ونقال لك المؤسسة الجزائرية معنا سمعني فقط تخلو الوزير كان صرح قال الالبي بي من المفروض تكون الخواص إذا كان سعرها عشر منها تقريبا ما هوش بعيد على السعر الآن لبروموتور عادة هل يحسب المتر مربع يعني لبروموتور لحد الآن لحقه 30 مليون المتر 30 مليون في أحياء نقوله راقية جدا ما كان راقية في جبل وفي داخل البزرعة و30 مليون والناس تخلص والناس كداول يعني قطاع ما عندوش رقابة ما كاش دفتر شروط البروموسيون لازم لها دفتر شروط من المزرة هل يدورهم لا حنا نحنا دورنا نحن دورنا ننفرج في التولاتي ننبروزيو وزارة الساكن فيها اختراح من في الباكت ايكوناميك سوشيال اللي يمضينا مع وزارة والوزارة الأول كان فيها هذا الاقتراح من الباب مغلوق وزارة الساكن يعني ما كاش كنا رايحين للبعيد بالليحنا ينفرج دوسي بيش نقوله حنا متر دوراج حنا حنا نقوله حنا نقوله متر دوراج في البروموسيون في حواج بزاف كما يتعاملو في اوروبا طيب وسعر الالبي بي سيتخلوه فيه عشر ملايين سعر ملايين ونصف المتر وش رأيك في السعر يعني هذا قام من الالبي بي لثلاثي من العشرة ثلاثي مليون سعر لازم دفتر شروط حام المفروض يكون المتر في المقاول يعني لازم دراسة سعار لازم تكون فيه دراسة سعار كما دركات تروح كل الولايات المقاولين فيهم مشكل كثير على أسعار مواد البناء ولحد الآن ما كان حتى مصنع زادة في الأسعار في الأسمنت أو في الحديد ما كان زيادة في المصانع صح في السوق الموازية رأي الله شكرا تعسيمها بتسعين نلف لحد دوزة دوف والو بري هذا اللي يخدم مشروع بسعر ما راح يميتي بليور كيف اش راح هذا المشكل في الواسط السيما بتسعين نلف في الشرق خمسة بتسعين نلف في الغرب بتسعين نلف وفي الجنوب في تندوب مزاج حتى سنتيم يعني كتلة هذا القطاع طيب سيد خلوفي يستسمعوك فقط نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدينا بقوا معنا نعود بعد هذا الفاصل عودة مجددا مشاهدينا ما الاتحق بين اللحظة نذكر أنه نتحدث اليوم عن السكن وعن استراتيجية الإسكان في الجزائر بين الواقع والاستشراف وضيف يا سيد ملود خلوفي رئيس جمعية المقاولين الجزائرين سيد خلوفي لو نتكلم لك على المقاول الجزائر لبروموتور الجيريا أينهم في كل هذا المشاريع كل يتحدث على المصريين يتحدث على التراك يتحدث على الصينيين ما كانش المقاولين الجزائرين في هذا المشاريع يعني هذا اليو يهدر هذا ما يعرفش الجزائر وما يعرفش المقاولة الجزائرية مقاولين جزائرين ما زالوا يعملوا في الخافة لا شحال نسبة المقاولين جزائرين في برنامج لديال ما تتعداش الستة بالمئة لديال ماذا دركة دركة كأن مؤسسات لاخداد حتى ألف وحدة سكنية اليوم أني نهدر لك جزائرية 100% جزائرية يعني هذا اللي يهدرون ينقصهم من قيمة المقاول الجزائري وهو ما في الدهنية التاعهم هدو ما سدي سبيكولات لا هم ما ينقصوش من القيمة ربما البعض سمحني سمولة لا سمحني فقط يقول أنه المقاول الجزائري باش يخدم نازم له هامش ربح كبير باقب انت قلتها أنه يحسبوا المتر مربع بثلاثين ثلاثين مليون المتر هدو مؤسسات الجنبية اللي يتبعها بثلاثين مليون الجزائري مبيعش بثلاثين مليون الجزائري عشرين خمسة وعشرين واحد وعشرين ميتين وعشر وعشرين مليون واحد وعشرين مليون يعني كالمقاول الجزائري رموجود وإحنا لحد الآن كان فيه مشروع تشاركها ما بين المقاول الخاص والعموم إحنا لازم تكون قوانين كما قانون سفقات لازم يكون فيه دفتر شروط على شركة العقارية طيب فيما يخص قانون سفقات تتحدثت عليه قانون سفقات جديد تحسنت 2015 سبتمبر 2015 كان في الجريدة الرسمية ساعتكم ببداية طبق على أرض الواقع حسيتوا بالفرق بين قانون سفقات 2010 و2015 لا 2010 و2015 دوقها 2015 هو في صالح المؤسسة الجزائرية يعني كان فيه مشاكل كثيرة وعيدة نعطيك كان وين كل مشروع كان بش يدير ريفيزون دي بري كان فيه نقايز كثيرة دور كمام البلد كوموند يقدر يدير له ريفيزون دي بري كان فيه تبدير تاعة الأوراق واحد بش يروح يسوميسون 10 أو 15 خطرات كل خطرات يدير ميلة فتاحه بش يدخل لا سوميسون اليوم ما الحمد لله فيش يعمر غير ورقها فيش تكنيك تالو انتربريز يدفعها كي يكون بش ياخد المشروع يجب الميلة فتاحه يعني فيها تحسينات كثيرة في القانون سفقات جديد مدى بنا تطبيق تاعه لمازال يعني جولنا من 2015 حتى كانت متابعة عن قريب هو مشكور الوزير الأول وزير الداخلية يتبعوا في لقاءة توانا ويشوفوا نطلعوا المشاكل طيب القانون في صالح المؤسسة الجزائرية لكن تطبيق تاعه مازال تطبيق تاعه مازال لكن في الصورة مازال مكاش المؤسسة الجزائرية لما نقول مؤسسة جزائرية نقولك في صورة المشارع ما تقوليش ربما كاين ولا محقورين ولا خباهم تكلملك في الصورة المؤسسات اللي راي تنجز وتنتج عدد كبير تنجز عدد كبير ما هيش مؤسسات جزائرية هذه بصراحة الواقع المؤسسات اللي راي تنجز مثلا لديان لديان 70% أو 75% مؤسسات أجنبية لا لا مش البي بي أيضا لا كان مؤسسات جزائرية راي تنجز المؤسسة ما عنداش الدروات دفرد لبيبريسيتي تاع الانجز تاح كي تنجز سكنات تدير تريسبشوني تمند المفتاح للبي بي ولا الاضيال ولا لو بي جي تقع لي وي لا من المؤسسات جزائرية ما عنداش دروات دفرد بي 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 سيتي قال هذي كانال لا نتكلم عليك الواقع قولي فقط انتو مارا انت على رأس جمعية المقاولين جزائريين قولي لهذا البرامج السكنية اللي يكاين شحال تغطي الجزائر المقاولين جزائرين شحال يغطوا 30% 25% 40% لا لا يغطوا 60% 60% مقاولين جزائريين مقاولين جزائريين من كل مشاريع موجودة الان مشاريع احنا كنا نهضر لك على المشاريع مش السكنات يعني كل ما يتعلق قولنا الاسكان كل ما فيه سكنات مدارس لحقنا وين مقاول جزائري دير اكمالية في عام يعني لحقنا الواحد درجات انجاز يعني معتبرة تأهيل مؤسسات في الانجاز روكي ما زلنا دركها في لاميناجمو في السيئيس يعني في لاميناجمو عدنا نقايص ونقايص كتير يعني العمل الاكفاء لاجيسيون تالوارشات نقسين فيها سلطوف في السيئيس كنوالو فلافينيسيون يكون الروطار مي لاستركتور البيطان المقاول الجزائري عنده تتكلم على ميناجمو ميناجمو ما تتعلقش بالبيطان معناها ميناجمو تتعلق بما بعد البيطان بصراحة سيخلوفي ما عدناش نشوفه احياءنا فيها نقص كبير في الفاصل كنت تتكلمني قلت لي اللي ما عنداش اللي ما كاش باركينج ويش من البروموسيو اللي تتكلم عليه لما كاش كاين باركينج لما كاش كاين على سنسور لما كاش كاين يعني كل ملاحق داع الحي هذ الأمور يكاين اليوم ما في هذا الصياغ السكنية بصراحة يعني ما كاش هذا ما عليش أنا قلت لك لازم نعطيه الوقت للمكاتب الدراسات هم لازم إعادة الاعتبار للمكاتب الدراسات لازم نعطيه لهم الوقت بش هم يديروا هذة الازيتي التوحهم الإكزيكيشيون سي لانتربريز لانتربريز الأرجيريين عندها لكاباسيتي دي رياليزازيون فليستركتور عندها ساسمحني تتكلم لي في أمور ما لاش نشوفوهم في الواقع انت من لي بدأت الحصة وتقول لي كاين 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 في الواقع ما كاش وجه ما كاش ما كاش وشك تتكلم لي عن الأمور هاته لا تقول لي كل ش جامل ما كاش شفنا أحياء ما عندهم شا سنسور شفنا أحياء في هالسكانات فقط. ما فيهاش أصلا وين دقاري طنوبيل. شفنا أحياء ما فيهاش ويني لابو أطفال. شفنا أحياء ما فيهاش اسباس فول. هذي مشي البروباء. هذي مشي المشكلة. هذي مشيتي على المقاول. المقاول عنده دفتر شروط. هو يكزيكيتي ويش كاين في الدفتر شروط. ما يخدرش يدير حاجة من صلاة. ترك على رئيس جمعية. تقوت لمقبرة قوة اقتراح. احنا قوة اقتراح الحكومة الجزرية. احنا نقترحه. بساحة الانجاز كاين دفتر شروط. يعني حبي تقول احنا اقترحنا والحكومة يلي ما تبقى. ما تبقى واش. دو كاين دفتر شروط في الولايات ولا في مشروع ما. عنده دفتر شروط المقاول يمضي دفتر شروط ما يقدر يزيد حتى انتريبتر ولا لامبا في هذك دفتر شروط. يتسما كيكون. علش انا قلت لك المكتب الدراساتي يكون فيه دراسة دات نوعية. والدفتر شروط يكون دات نوعية. الانجاز ما كاش مشكلة. الاشياء لازم تقولي ذهنية تولي تابعة للليمابل مع انتها. هذه الاشياء تقولي لازم مع انتها الاسباسفير وين يلبوا الاطفال وين تقاري سيارتك تقولي تابعة كأنه تدير نافذة ولا تدير باب. الباب ماشي قناة تدير ولك في دفتر شروط أقصد. مع انت تقولي كينة ذهنية. دفتر شروط ماشي بالانجاز. تركها تدير احياء جميلة وشابة واسباسفير والناس تلاخر ويجي دشنو ويم الدول مفاتح ويتباوسوا على شهرين على شهرين الحي هادك تقولي عنده عشرين سنة من ليتو. ما كاش مؤسسة لدير سويفي تعلق. بالضبط هذيراني معاك في ذا النقطة. ما كاش سويفي شكوني دير سويفي سيخي. لازم المشروع يكون كامل. لازم مكتب دراساتي. المشروع يكون كامل. دفتر شروط للانجاز ودفتر شروط للمتابعة. هي شركة وطنية. هي اللي تتابع كل مشاريع. كل مشروع عنده مؤسسة لتسيير هذي السكنات. هذي الأحياء. في الصحافة قرنا أنه الجامعيين هم اللي راح يسيروا الأديال. قالك تسييرات الأديال من يعني. هذا اللي اللي تتكلم عليها. يعني الوقوف على الحي راح تكون الفكرة مليحة. هذا مشيه أحياء. يعني هذا مكتب في العبارات. ومشيه اللي اللي أخبر. لازم تكون مؤسسة مستقلة بريفي. هوم الديجيسيون تهدلي سيتي. مشي رشام حميدة أو اللعاب حميدة. لازم كل أحياء يكون عندها شركة مؤسسة صغيرة ومتوسطة كما لنا. هي اللي تسير الأحياء. هي اللي تسير الأحياء. مع المجمع الأحياء باش الإدارة تخرج من اللي جيسيون تالأحياء. وهذا اللي نقدرون نمشيه فيه. وهذا ينتعامل فيه في العالم كله. طيب. وهذا الفكرة مقترحة. ما هيش مقترحة. كيفاش راح. سمحني فقط تسخلو فيه. لأنه الآن أنا نتكلم على 83 ألف ساكن آديال. 150 ألف مع تساين. عدد كبير. كيفاش راح تقول لي ما كاش أصلا التسير. كيفاش راح تسير هذا الأحياء. إذا ما كاشت الأفكار. إذا ما كاش للمكاتب تتكلم على مكاتب خاصة. أو للشركات خاصة. كيفاش راح تسير أصلا راح تسير. لو كان يديروا كما رام نديرين في لديال. لديال هي اللي يدير الأسبيب والدير الأخر. ما تمشيش. ما تمشيش الأمور. وتقول ترشان حميدة ولا بحميدة. ما كاش. ما تمشيش. لازم مؤسسات وطنية. عندنا لانساج يديروا مؤسسات تسير أحياء. هم اللي جونتا وعندنا مقادرين. وجميعيين. راهم في الشارع. في كل الولايات. مش يغرف تزايروا ولا فيه. في كل الولايات. وإن كان أحياء يديروا مؤسسة مصغرة. لتسير الأحياء. ولي جونتا وعندنا يعرفوا. راهم نهركة من فيسبوك. راهم نهركة من تويتر. راهم نهركة يعرفوا الحاجة ليحتاجها هاداك الحي. بس كو هما من هاداك الحي. يعني وهذا يكون تطوير هاداك الحي. ما يكونش ركود فيه. ولا يكون مشكل فيه. طيب. أنا في المقدمة كنت قلت سيخلوفي على الاستراتيجية الإسكان. ثم كمقاولي الآن. عندكم أرقام تعرفوا. ممكن عندكم استشرافات. قولونا مثلا وقتاش نقضي على أزمة سكن. ولا شحال العجز الحالي المقدر في الجزائر من سكنات. أذكرنا النقص حقيقة في العجز. ولا راننا نبنيه فقط ونوزعه. والعجز ما زال. عندكم مثل هذه الأمور؟ شوف. إحنا من ألفين وتسعينات. كانت في أزمة كثيرة كبيرة وتع السكن. كان سكنات هشها في كل ولايات. في كل ولايات كان سكنات هشها. يعني كان لازم على الدولة. وكان لازم على المقاول. وكان لازم على الجمعيات. وكان لازم على كل جزائري. أنه يجند ونبدأه في بناء هذا. في بناء السكنات. في بناء البلاد كامل. البلاد كامل كان لازم نبنيها. احنا بعدها كان مشكل العاتات يعني كان مقاولي في الـ 94 كانت فوق الوزن الأول سيفي درنا برنامج 45 ألف وحدة سكنية بنيناها في 18 ولاية يعني بالاو برويطاكي مرامي يقولوا باللي احنا من الـ 2001 حتى الـ 2010 احنا كنا نتمنى للباكت لتسنية ما بين الاتحاد الأوروبي والجزائر كان فيه تدعيم المقاولين والمؤسسات العموية ما كانش فيه تدعيم لا مئة عادة تأهيل المؤسسات لا ولو يعني خارج الـ BTPاش كان خارج من الاتفاق كان خارج اتفاقية الاتحاد الأوروبي يعني هذو الأوروبيين جايين ويخموا باللي احنا خرجنا من أزمة عشرية ما راحش نبني بنادنا راح نديروا قيطان ونقعدوا في الزائر بقيطان يعني كان لازم احنا نتحدى وناخد هذ التحدي بيش نبنى وبدينا نبنيه جاب ربي الأزمة السييزم بتاع بومرداز فيقنا كاجمعية وفيقنا كمقاولين وفيقنا كمسؤولين كجزائريين قبل ما نكونوا قال نحبوا تزاير بش تبنوا أنتوسييزم يعني أنا حبيت بغتي صالي أنه الوقت انتاسي خلو في قولي فقط أنه عندكم الأرقام مع أنت اليوم رانا نمشوا في استراتيجية ونعرفين جحال عدنا عدز وننا نراحين بش نقضيوا على أزمة السكن كاين هذ الاحصائيات كاين هذ الاحصائيات وحنا نقول لك كاين اللي راو قال جزائريين يحبوا تزاير كاين اللي يحب تزاير كل يوم قال جزائريين يحب تزاير بسح كاينين اللي عايشين للتزاير عن في بور لارجيري حنا بش نبنيه ببلادنا لازم نقاولين جزائريين ونحب سوقا الامورتاصون تاليز انتربريز بيش يبنونا للوجمان لوجمان اللوجمان لازم يقعد هنا في الجزائر سيد خلو في شكرا جزيلا لك وشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم شكر موصول لكل متابعينا قناعة مننا دائما إن شاء الله أنه اليوم أفضل من الأمس والغة أفضل إن شاء الله في الجزائر ودائما دعو ربي علي رايد بدنا إن شاء الله محمد عصمان يحييكم سلام عليكم